ترهونة مدينة المقابر الجماعية لا يكاد الجرح يندمل حتى يفجع الأهالي بمقبرة جديدة هنا أو هناك وسط حقول الموت هذه جرائم الإبادة المروعة التي حفرت ندوبا في الذاكرة الليبية أعمق بكثير من تلك الصدوع التي يتم شقها في التربة بحثا عن الضحايا هنا وفي هذه الأرض أعلن مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين عبدالعزيز الجعفري انتشال 12 جثة من أربع مقابر جماعية جديدة تم اكتشافها بمشروع ربط في ترهونة فيما تواصل فرق البحث عملها في هذه المواقع ومع كل اكتشاف جديد يتوسع حجم المأساة التي خلفتها ميليشيات الكان في المدينة إلى أنفاق عدد الجثث التي تم انتشالها من ترهونة وجنوب ترابلس منذ يونيو الماضي مائة جثة فيما كشفت تقارير هيئة المفقودين عن عشرات الجثث والأشلاء في هذه المناطق ويعد مشروع ربط بمدينة ترهونة من بين أكثر المناطق التي عثر فيها على مقابر جماعية فيما توزعت بقية الجثث والأشلاء المنتشلة على مناطق أخرى بالمدينة وفي تسع مناطق بجنوب ترابلس بينما تلقت الهيئة أكثر من ثلاثمائة بلاغ عن المفقودين المسجلين لديها وحتى مع زيارة فريق دولي للتحقيق في ملف المقابر الجماعية في ترهونة ولقاء رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام في يوليو الماضي والمطالبة بلائحة اتهام للأشخاص المتورطين لتسليمها إلى المحكمة الجنائية الدولية لم تتخذ المحكمة أي إجراء إلى حد الآن وعليه يطالب كثيرون في الداخل والخارج بالنظر في ملف المقابر الجماعية والكشف عن مصير المفقودين من أبناء ترهونة والذي سيحدد فيما يبدو مستقبل حفتر ومن معه في أي عملية سياسية خاصة أنه المسؤول الأول عن الجرائم المروعة التي ارتكبت منذ عدوانه على العاصمة ترابلس